موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار أعطى صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس تعليماته السامية بأن يشرع المركز الاستشفائي محمدنا السادس بإقليم الحسيمة والمركز الاستشفائي والزموري بإقليم القنيطرة في تقديم خدماتهم الصحية للمواطنات والمواطنين بعدما تم استكمالهما وذلك في سياق جهود جلالته الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء البلاد نتابع تقرير عبداللطيف بن الطالب أعطى صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس حفظه الله تعليماته السامية بأن يشرع المركز الاستشفائي محمدنا السادس بإقليم الحسيمة والمركز الاستشفائي الزموري بإقليم القنيطرة في تقديم خدماتهم الصحية للمواطنات والمواطنين بعدما تم استكمالهما وذلك في سياق جهود جلالته الرامية إلى إصلاح وتأهيل القطاع الصحي بالمملكة وتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتقدمة للمواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء البلاد وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن المركزين الاستشفائيين الجديدين بإقليمية الحسيمة والقنيطرة يندرجان ضمن سلسلة من المشاريع الصحية الكبرى التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة بهدف إعادة هيكلة المنظمة الصحية الوطنية بما يتماشى مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين ومن شأن المركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة الذي تبلغ طاقة الاستيعابية 250 سريراً والمركز الاستشفائي زموري بإقليم القنيطرة الذي تبلغ طاقة الاستيعابية 450 سريراً أن يساهما في تحسين مستوى الخدمات الصحية بالإقليمين وتوفير بنية تحتية صحية واجتماعية للقرب ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين من حيث العرض الصحي وقد تم تجهيز المؤسستين الصحيتين يضيف البلاغ بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية المتقدمة بما في ذلك الأنظمة الرقمية المتطورة لإدارة الملفات الصحية للمرضى والتي تتيح لمهني الصحة الوصول الفوري إلى بيانات المرضى مما يسهم في تحسين جودة وسرعة الخدمات الصحية المقدمة وأبرز المصدر ذاته أن هذه المشاريع تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصر الله للقطاع الصحي لا سيما من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين كما تجسد التزام المملكة تحت قيادة جلالة الملك بتعزيز وتطوير المنظمة الصحية الوطنية وضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة في كل مناطق المملكة وتؤكد حرص جلالتي على تحسين نوعية الحياة لجميع المغاربة وجعل المنظمة الصحية الوطنية نموذجا يحتذا به على الصعيدين الإقليمي والدولي مما يعزز من مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الرعاية الصحية في موضوع منفصل قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة أسست لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي بأرضية واضحة واختيارات شمولية مع توفير الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته نتابع الحكومة أسست لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي بأرضية واضحة واختيارات شمولية مع توفير الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته وفق رئيس الحكومة عزيز أخنوش في معرض جوابي على سؤال محوري حول موضوع الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين مضيفا أن الأمر يتعلق بتوجه حكومي واضح يروم المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي بالمملكة وتكريس أسس الدولة الاجتماعية كما أكد رئيس الحكومة أن الوقت قد حان لفتح نقاش جدين ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه وأبرز في هذا الصدد أن الحوار الاجتماعي سهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية مشيرا إلى أن الإصلاح الذي ستتم مباشرة بالنسبة لأنظمة التقاعد يشكل جزءا لا يتجزأ من مصاري استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية السيد أخنوش أكد كذلك أن الحكومة تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وطيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساوات وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام مضيفا أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة نبقى دائما بالرباط حيث استقبل وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم المزيد مع عبدالطيف بن الطالب وزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم إذ عبر السيد بوريطة عن اعتزاز المغرب بعلاقات التعاون الوطيضة والتضامن الأخوي والتشاور الموصول بين البلدين الشقيقين في ظل الرعاية السامية لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهما الله من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالعلاقات المتميزة بين البلدين وبتطابق وجهات نظرهما حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبتنسيقهما المستمر في المحافل الدولية رئيس مجلس النواب البحريني يقوم بزيارة عمل إلى المغرب في طار مشاركتي في منتدى مراكش البرلماني الاخصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج هذا وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أمسي بالرباط مباحثات مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط تشاي جيون وخلال هذه المباحثات أكد جيون الذي يزور المغرب في طار الاستعدادات لعقد منتدى التعاون الصيني الإفريقي بي بي كي في شوتنبر المقبل أن الصين تأمل في الاعتباد على المشاركة الفعالة للمغرب في هذا المنتدى وعلى ريادة المملكة في إفريقيا قصد إنجاح هذا الحدث الهام الذي ينعقد هذه السنة على مستوى القمة ومن جانب أبرز بوريتا التزام المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل السلام والاستقرار والتنمية المتعددة الأبعاد في إفريقيا كما أكد التزام المغرب وانخراطه في العمل المشترك مع الصين والبلدان الإفريقية الشقيقة من أجل إنجاح المنتدى بغية تعزيز مؤهلات القارة وإمكانياتها ومجابهات تحدياتها تم توقيع بالرباط على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية الجيبوتي تتوخى تقاسم التجارب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضاية إعاقة التفاصيل مع صفية عصمان هي اتفاقية شراكة تم التوقيع عليها بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي تتوخى تقاسم التجارب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة هذه الاتفاقية تروم تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تأهيل المهنيين والأسر لرعاية الأشخاص ذوي إعاقة التوحد وتعزيز التعاون الثنائي وتبدل الممارسات التشريعية والأبحاث والدراسات في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تم توقيع اتفاقية تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي لتقاسم تجارب في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم الشامل في المجتمع ستكون هناك خلال هذه الأيام زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية التي تشتغل على النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبهذه المناسبة استعرضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار إنجازات المملكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بقيادة جلالة الملك محمد السادس لا سيما فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية والمرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة فضلا عن الجهود المبذولة لرقمنة مجال الإعاقة نود الاستفادة من تجربة المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان في وضعية إعاقة ومن شأن اتفاقية الشراكة المساهمة في تعزيز فهم وتبادل الممارسات الجيدة وتوطيد الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال الإعاقة ومن جانبه أشار المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي السيد سعيد محمود الذي كان مرفوقا بوفد من الوكالة وسفير بلاده بالمغرب أشار إلى أن الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية جيبوتي تسعى إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في شهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال العديد من المبادرات ننتقل إلى وجدة حيث تم انتخاب محمد بعرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة بالإجماع رئيس لمجلس جيات الشرق ونال سيد بعرورو الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب جميع أصوات أعضاء مجلس جيات الشرق الحاضرين المتابعة مع سقينة مسوية بمدينة وجدة انتخب محمد بعرورو عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجلس جيات الشرق بعدما نال جميع أصوات أعضاء المجلس الحاضرين كما تم انتخاب نواب الرئيس السبعة أشكر السلطات الولائية والمصالح اللاممركزة وأكيد أننا سنعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل إنجاز المشاريع لنكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادي صنصره الله وساكنة جيات الشرق وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس جيات الشرق أنه سيتم العمل مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في التنمية الترابية على خلق أجواء عامة للاشتغال محفزة على ابتكار الحلول للمساهمة في تنمية جهة الشرق ومواصلة تحقيق المزيد من المنجزات مع تثمين المكتسبات التنموية المحققة وطنياً دائماً عطيت بالسجن المحلي أيتملول الثاني انطلاقة الدورة السابعة من الملتقى الصيفي للأحداث برسم سنة 2024 تحت الشعار الملتقى الصيفي للأحداث فضاء للتربية والترفيه والإدماج نتابح بالسجن المحلي أيتملول إثنان انطلقت الدورة السابعة من الملتقى الصيفي للأحداث برسم السنة الجارية تحت شعار الملتقى الصيفي للأحداث فضاء للتربية والترفيه والإدماج حفل افتتاح هذه الدورة ترأصه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك وعرف تقديم عرضية تضمن أهم لحظات الدورات السابقة من هذا الملتقى إضافة إلى فقرات فنية من تنشيط نزلاء الأحداث هذا الملتقى الذي سوف يعرف استفادة أزيد مغب على 700 سجين بما فيهم النزيلات الأحداث وذلك في 34 مؤسسة سجنية التي تأوي السجناء الأحداث بطبيعة الحال الملتقى الصيفي للأحداث يهدف إلى إعطاء الفرصة للسجناء الأحداث خصوصاً بعد انصرام السنة الدراسية والتكوينية لاستغلال الأمثل لوقت فراغهم وذلك من خلال أنشطة مختلفة ومتنوعة نستفدو بزاف دي الأنشطة من الأنشطة التحسيسية والدينية والجميعية وأخرى على هامش انطلاق هذه الدورة أجرى السيدة التامك والوفد المرافق له جولة للإطلاع على ورشة وأنشطة الملتقى إضافة إلى إعطاء انطلاقة دور الملتقى الصيفي لكرة القدم ويعكس هذا الملتقى الاهتمام الخاص الذي توليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لفئة الأحداث باعتبارها من الفئات الهشة التي تتطلب العناية والرعاياً لازمتين تبع الآن مشاهدين بالأخبار الدولية لقيام ما لا يقل عن ثمانية عشر شخصاً مصرعهم وأصيب تسعة عشر آخرون بجروح اليوم إثر استضام حافلة بشاحنة سهريج التنقل الحليب بولاية أوتر برديش شمال الهند وقال مكتب مدير الشرطة المحلية إن الحافلة استضمت بالناقلة من الخلف مادة إلى مقتل ثمانية عشر شخصاً وإصابة تسعة عشر آخرين بجروح من جهته أكد رئيس الحكومة المحلية أنه قد تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه يذكر أن الهند تصنف في مقدمة بلدان العالم من حيث عدد حوادث السير وعدد الوفاية الناجمة عنها حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً فيما تعزى معظم أسباب الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات لنتقل إلى أستراليا هذه المرة حيث غطى دخان أسود كثيف سماء مدينة ميلبورن أسترالية صباح اليوم بعد اندلاع حريق هائل في مصنع إثر انفجار كيميائي وأفدت تقارير محلية أن نحو مئة وثمانين رجل إطفاء وأكثر من خمسين شاحنة استجابوا للحريق مضيفة أن احتواءه قد يستغرق أياماً وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الطرق المحيطة بالمصنع أغلقت وحثت الناس على البقاء بعيداً عن المنطقة ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات دولياً دائماً دفعت فيضانات عارمة تسببت بها الأمطار الموسمية التي ضربت شمال بنغلاديش إلى نزوح نحو أربعين ألف شخص من ديارهم والبحث عن ملاجئ مؤقتة المزيد مع فدوى نافيل فيضانات عارمة ضربت شمال بنغلاديش جرفت معها المنازل وتسببت في إغلاق المدارس ونزوح عشرة الآلاف من السكان وفقاً لما أفدت به وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث في البلاد الوزارة ذكرت أيضاً أن نحو أربعين ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ مؤقتة فيما جرى تشكيل أكثر من ستمائة فريق طبي لعلاج ضحايا الفيضانات وتوقعت السلطات في البلاد هطول المزيد من العمطار خلال الأيام القليلة المقبلة مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع بأنحاء متفرقة من البلاد من جهته توقع مكتب الأرصاد الجوية هطول المزيد من العمطار على المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد وبحسب معطيات العلماء تشكل نسبة العمطار الموسمية في جنوب آسيا بين يونيو وشتنبر ما بين 70 إلى 80% من كمية العمطار السنوية على صعيد آخر أكدت وكالة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن عام 2024 قد يتفوق على عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة على الإطلاق قد يشهده العالم أوضحت الوكالة أن كل شهر يونيو منذ 2023 أي قبل 13 شهرا إلى الآن كان الأكثر سخونة على الكوكب مقارنة بأشهر السنوات السابقة كما لفتت الوكالة إلى أن هذه التغيرات كان سببها تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية وظاهرة نينيو المناخية ختام النشرة مشاهدين بالخبر الرياضي كرس المنتخب الإسباني تفوق قوع الفني على باقي منتخبات كاس أوروبا لكرة القدم المقامة بألمانيا وبلغ المباراة النهائية بعد فوز على فرنسا بهدفين لهدف في دور النصف النهائي أمسي وافتتح المهاجم الفرنسي كولومواني تسجيل برأسية في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول قبل يتمكن اللاعب لمية مال من إدراك التعادل في الدقيقة الحادي والعشرين بأحد أجمل أهداف البطولة الهدف الثاني لمنتخب للروخة حمل توقيع اللاعب داني أولمو الذي نجح في القيام بعمل فردي داخل منتقاس الجزاء قبل يرسل تسديدة قوية استضمت بقدم المدافع كوندي لتستقر في الشباك في الدقيقة الخامسة والعشرين وستواجه إسبانيا الفائزة من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين منتخبي إنجليترا وهولندا اليوم في مدينة دورتموند الألمانية نهاية هذه النشرة مشاهدين شكرا لكم لحسن متابعة إلى اللقاء